ما زلت أنا هقول لك كل الكواليس والأخبار والحاجات اللي حصلت خلال الساعات الماضية بس ما زلت حتى هذه اللحظة متوقع أو متصور لنادي الزمالك بإدارته المحترمة جدا هتتساهل في الأمر وتخلي المباراة تتلعب وإن شاء الله الأمور تعد هتقول لي ما هو يا كريم عندهم حق خد بالك أنا عملت كم تليفون وحبيت أسأل وليه يا جماعة وليه كبرنا الموضوع في جملة قالت لي تقال لي إنه إحنا لو ما ضغطناش كده لو ما خدناش قرارات حازمة كده ما فيش حاجة هتتصلح لصلح الكورة المصرية برضو اللي انت بتتكلم عنها مختلف على فكرة بس أنا بفاهمك برضو وجهة النظر التانية ما هو السبب في كل اللي إحنا فيه ده زي ما قلت مبارح بالأصل الإدارة إدارة الكورة في مصر وعلى فكرة مش دلوقتي 20-30 سنة نفس الكس لمتعشم فيه عشم من الزمالك وإدارته حتى لو حتى لو شايفة إنه عندها الحق الكامل في اللي بتعمله ده لمصلحة الكورة المصرية لمصلحة المشجع المصري والعربي أن تقوم هذه المباراة الكبيرة ما بين الزمالك والأهل مش بتحيل مش بقنع مش مش بقول لازم يتعامل كده أنا بس تنور نور لنادي الزمالك في لحظة غضب في لحظة غضب أنت بشتشوف حاجات حلوة كتير تانية نادي الزمالك الأيام اللي فاتت والشهول اللي فاتت ماشي بشكل عظيم جداً على مستوى الفني وعلى مستوى الإنجازات والبطولات خد الكونفيدرالية قدر يرفع إيقاف كيد جاب صفقات حصل له مشكلة تانية في طريقه لحلها عدى أو عدى المجلس ده بكثير من المطبات السريعة جداً بين المطب والمطب مسافة عشرة سنطي فوقادرين يعملوا ده وبنسقف طول الوقت وبنشيد طول الوقت وهنشيد طول الوقت وأرجو وأرجو من الناس اللي دايماً بتحب تستغل المواقف دي اللي هو أيه يا عم الزمالك خافية لعب المطش يا عم الزمالك عايز يوقع كرة المصرية يا عم ده الأهل مستني عشان يخش وينقض يا عم ده مش عارف مين بيحصل إيه الناس اللي بتتولحه نار دي مش وقته خالص مش وقته خالص يعني دلوقتي على الأقل حتى لو لك رأي في السخونة كده وإصارة امسكوا شوية يا أخي خلينا نعدي كلنا بالمركب هنقول بعد كده مين لغلطان ومين صح ومين كان المفروض يعمل إيه ومين ما يعملش إيه بس يا جماعة أنا نفسي المباراة تلعب لسه عندي أمل لسه عندي أمل وخلونا نشوف تعال أقول لك الموقف داخل نادي الزمالك وأيضا الموقف داخل النادي الأهلي خلال الساعات المضايا حول هذه المواجهة يوم السلساء القادم يلا بنا بالنسبة لنادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك اجتمع اليوم بالكامل في منزل كابتن حسين لبيب رئيس النادي وبعد التصويت بالإجماع قرر المجلس التمسك بموقفه عدم خود أي لقاء في الدور التاني لحين تنفيذ شروطه مجلس الزمالك قرر تجيز مذكرة تضمن كافة المخالفات التنظيمية في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم وتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وكذلك المحكمة الرياضية الدولية إدارة الزمالك أبلغت لعبي الفريق بعدم خود مباراة الأهلي على جروب باتساب الخاص بالفريق مع استمرار التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بالتنصيق مع جوزي جوميز المدير الفني ده بما يخص نادي الزمالك